السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في فيديو جديد على قناة ضحة لأول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد اضغط لايك لو عجبك الفيديو وكتب لها تعليق لو عندك اي صفصار عن فيديو النهاردة اعمشل الفيديو ده عشان كثير من القناوات محتاجين فيديو النهاردة كثير من قناوات اليوتيوب اتكلمت في اخر تحديثات اتسنس بخصوص منع استلام ارباح اتسنس بواسطة خدمة وسترن يونيو وكتير من الناس بتسأل ايه افضل بنوك اقدر افتح فيها حساب عشان استلم ارباحي من جوجل اتسنس النهاردة اقولك على افضل ثلاث بنوك تقدر تستخدمهم او تفتح فيهم حساب وهقولك على الطريقة الشخصية اللي انا هستخدمها وازاي هفتح حساب تمام افضل ثلاث بنوك اول حاجة البنك العرب الافريكي تاني حاجة بنك سي اي بي تالت حاجة بنك مصر تمام دمت افضل ثلاث بنوك تقدر تستلم منهم ارباحك من جوجل اتسنس تمام الطريقة اللي انا هستخدمها ايه طبعا انا عندي حسابين اتسنس هفتح حسابين في البنك الطريقة اللي انا هستخدمها ايه هفتح حسابين في بنك مصر طب ايه الاوراق المطلوبة عشان افتح حساب في بنك مصر اول حاجة البطاقة الشخصية وكمان وصل بالمرافق وصل كهابة او وصل مي تمام وبتاخد انت البطاقة بتاعتك وتاخد وصل بالمرافق فقبل ما تروح البنك الصبح بتروح لمكتب الصرافة بتروح لمكتب الصرافة تقول له ايه ولو سمحت مكتب الصفة ده بيعمل إيه اللي هو بيحول لك من مصري لدولارات أو من دولارات لمصري تروح مكتب الصفة تقوله لو سمحت أنا عايز أحول من مصري لدولارات يعيقلك عايز كم دولار تقوله عايز 100 دولار طبعا هياخد منك حسب كيمة الدولار ساعتها تمام يعني مثلا لو الدولار ب 16 جنيه هياخد منك 1600 جنيه المهم بعد ما اخدت المية دولار بتروح على بنك مصر تدخل بنك مصر تقوله الواجل اللي موجود في بنك مصر تقوله لو سمحت أنا عايز أفتح حساب دولاري تقوله كان لو سمحت أنا عايز أفتح حساب دولاري هيقولك الحد الأدنى للإداء عشان تفتح حساب دولاري 100 دولار تقوله تفضل هيقولك عايزين 75 جنيه تمن فتح الحساب تقوله تفضل تمام وإيه بتديد البطاقة الشخصية وإيه وصل بالموافق تمام وكده هتفتح حساب إن شاء الله بعدها بشوية وانت قاعد يعني انت منتظر على بال ما يخلص الحساب بعدها بشوية قال لك تمام يا فندم الحساب تعمل تقول له لو سمحت انا عايز اشتريك في خدمة بنك اولاين بنك اولاين هقولك تستفيد من الخدمة دي ازاي او هي هتفيدك في ايه الخدمة دي تمام بعد ما تشتريك في خدمة بنك اولاين كده الحساب خلص بتطلب منه ورقة بالمعلومات بتاعت الحساب بتاعك واهم حاجة الوقع يكون فيها الصفت كود المؤمن بعد ما بتطلب ورقة بالمعلومات بتاعت الحساب بتاعك تمام بعديك الورقة обыч بطوح بس نسيت اقول لك الحاجة اللي كنت لما بتطلب منه خدمة بنك مص بقول5 اولاين بيdock الاميل بتاع public الايميل j mail يعني مش قاعدت الأليا المعلومات الخاصة بالموقع المعلومات اللي اتبدأ تفتح بها الموقع تمام فبيطوح البيت وهو بيبعث لك المعلومات دية علي الايميل بتاح على التعليف жмств. تمام? وبتفتح عدسينز بتفتح عدسينز. بعد ما بتفتح عدسينز بتضيف فيه المعلومات اللي هي بتاعت البانك فهي المطلوب منك ان تكتب القيمة اللي تبعتت بالزبط اعرف القيمة اللي تبعتت ازاي ده دور خدمة بنك اولاين المهم بعد ما بتستلم الايميل اللي البنك بعته لك بتدخل على موقع بنك اولاين بتشوف اخر فلوس تحطت في حسابك قد ايه مثلا اتسينس بعتت لك خمسين سنت بتوحكاتب في موقع اتسينس اللي انت اتبعت لك خمسين سنت وكده يبقى الحكاية خلصت ويهه البنك كده وكده حسابك في اتسينس مفاعل اللي انت هتقدر تسحب ارباحك بواسطة البنك تمام موقع اللي هو بتاع بنك اولاين استفيد منه في ايه تاني طبعا يوم اتنين وعشرين لما جوجل اتسينس ببعت لك الحوالة بتاعتك بيقولك تم ارسال الدفعة بتاعتك بتدخل على موقع بنك اولاين وتتأكد اذا كانت فعلا الدفعة تبعتت ولا لا في الحساب بتاعك ولا لا دي كل الحكاية جماعة مش مش محتاجة كلام كتير مع انك ما فيش فيش حد من القناة اتكلم فيها ما هي دي الحاجة اللي احنا محتاجينها ايه افضل بنك افتح حساب فيه وايه هي الاواء المطلوبة دي كل الحكاية واتمنى اكون افتك بمعلومة واحدة اشترك في القناة وفي عرض الجهاز عشان اشوفكم في فيديو تاني على القناة وضع حاتم والسلام عليكم وحمد الله وبركاته